اشتركوا في القناة ضد الإنسانيات في سوريا سنتوقف مع تفاصيل ما ورد في التسريبات لكن بعد متابعة القصة لا تيح بعد اجتهاد الأسد في تدمير البنى التحتية في سوريا يواصل التدمير لكن بشكل اقتصادي هذه المرة وذلك عبر عقود مع روسيا هي للإذعان أقرب وثائق مسربة حصلت عليها مجالة نيولاينز محصت أكثر في هذه العقود فماذا وجدت تفيد وثائق أن روسيا قدمت قردين بقيمة مليار دولار لسوريا بشرط أن تستخدمها الأخيرة بشكل حصري للدفع لشركات روسية خلال فترة ستة أشهر وتعود ملكية الشركات المدفوعة لها إلى شخصية مقربة من بوتين وضالعة في غزو أوكرانيا وبارتكاب جرائم في سوريا ومعاقبة أمريكيا وأوروبيا لكن ستسهم القرود في دعمها ومساعدتها على التهرب من العقوبات تظهر الوثائق أيضا وجود اتفاقية تم توقيعها في العام 2020 تضمنت قردا بقيمة 700 مليون دولار لتوريد القمح والبنزين والسلع أساسية وتضمنت أيضا حصة لروسيا بلغت 100% مع اشتراط استخدام المبلغ بالكامل بحلول حزيران 2021 مع تأكيد المصدر الذي وفر الوصول إلى هذه الوثائق أنها تضمنت إهانات واضحة لنظام الأسد وعدم التزام واضحا من الجانب الروسي ببنود عدة في الاتفاقات كشفت الوثائق أنه على الرغم من أن الاتفاقيات تنص على تحديد جميع الأسعار بالدولار الأمريكي فإن مدفوعات القروض يجب أن تتم بالروبيل أو اليورو وفقا لسعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي الروسي كما أن روسيا يمكنها أن تطلب ما تشاء من حيث أسعار السلع والخدمات المعروضة على سوريا من خلال اتفاقية القرد هذه كبيع طن القمح بسعر وصل إلى 350 دولار في وقت لا يتجاوز سعره العالمي 257 وهذا ينطبق على العديد من السلع كل ذلك يحمل مؤشرات أن سوريا باتت معودة بديون باهظة واقتصاد لن ينجو في مستقبل قريب برعاية نظام تجاوز الرعاية والتسهيل إلى التسليم والتوقيع على بياض وينضم لينا هنا في الاستيديو الدكتور عبد الناصر الجاسم أستاذ إدارة الأعمال في جامعة ماردين مرحبا بك دكتور عبد الناصر بحسب مجلة نيولاينز التقرير الذي نشرته هذه التسريبات التي تكلموا عنها أن هناك شركات روسية سوف تستفيد من القروض أيضا شركات سورية تابعة لنظام الأسد يعني استفادة متبادلة بين الطرفين ما يشير إلى أن الجانب الروسي أيضا يستخدم هذه الحالة للتهرب من العقوبات الغربية وأيضا أنقاذ الأسد بآليات معينة لو نتكلم عن هذه الآليات كيف يمكن أن تستفيد شركات النظام من ما يحدث وكيف يمكن لروسيا أن تستفيد نعم بداية مساء الخير لك أستاذ أصلانو أستاذ المشاهدين كسلوك ليس بغريب على النظام الروسي ولا على النظام السوري أن يتبعوا هذا الأسلوب من أساليب التهرب من العقوبات لكن قبل الدخول بالتفاصيل أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا العقوبات الاقتصادية هي سياسة أو سلاح أمريكي تقليدي قديم تتبعه منذ ستينات القرن الماضي من أيام كوبا مرورا بالعراق وإيران وإلى ما هناك بمعنى أن هذا السلاح موجه فقط لتهذيب سلوك إما شركات أو شخصيات أو دول لا يحدث تغيير كما نتخيل أو كما يشاع دائما في التحليل وفي الإعلام كما أحدثت الضجح حول قانون قيصر وكان بعض الناس يتوقع أن يسقط النظام من وراء العقوبات أمريكا تتولى حتى الآن 8400 برنامج عقوبات لم تحقق منها سوى 27% منها نتائج الذي أريد أن أقوله هنا علينا أن لا نعول كثيرا على أن هذه العقوبات سوف تردع الروس أو بوتين تحديدا في حربه الآن التي يقودها ولا لم تردع أساسا بشار في حربه ضد شعبه هذه التفاصيل أو هذا العقد الذي ورد في التقرير هو ليس أول اتفاقية وليس أول عقد بين حكومة بوتين وحكومة النظام السوري هو نتيجة سلسلة من الاتفاقيات الاتفاقيات إذعان بين قوسين هو ليس اتفاقية الدولة مع الدولة لا يوجد سيادة بالموضوع نهائيا ابتداء من تأجير ميناء ترطوس لمدة 49 سنة إلى منح قروض سابقا الآن نظام الحكم رتب على سوريا ديون سيادية كبيرة جدا سواء لروسيا أو لإيران والسداد من الموارد والسداد من خيرات الموارد الاقتصادية المستقبلية سوف نأتي لفكرة موضوع السداد بتفاصيل هذا الأمر لكن هناك قرض التصدير تحديدا الذي ورد ضمن اتفاقية موسكو 2020 يقول بأن هناك حصة لروسيا بنسبة 100% ماذا يعني ذلك؟ ماذا العلاقة الاقتصادية؟ أولا القرض التصدير شو المقصود فيه؟ ببساطة حتى نوضحها ببساطة للناس أنا أعطيك فلوس قرض تشتري من عندي المواد يعني سوريا تشتري مواد من مين؟ من روسيا بهذا القرض حصرا حصرا يعني روسيا تعطي قرضا للنظام يشتري بضاعة منها تماما الحبوب وبعض مشتقات الطاقة حصرا من استخدام إذا لاحظت في الاتفاقية مكتوب استخدام القرض كاملا خلال مدة زمنية محددة من إلى هذه هي الفكرة أيضا مدى الزمنية ماذا يعني؟ هذا شيء طبيعي في كل العقود كل القرض تحكمها شروط شروط لضمان حق المقرض يعني خلال فترة زمنية أو مدة زمنية ومع ذلك لم يلتزم الروس إذا لاحظت في الخبر الروس نفسهم لم يلتزموا بتسليم المواد المتفق عليها وتم إعادة تسوية للقرض مرة ثانية وعدلوا القرض في عام 2021 هو القرض هذا عقد في عام 2020 الاتفاقية كانت لكن للأسف الوفد السوري والحكومة السورية حكومة النظام لا حول لها ولا قوة يعني تأتي التوجهات وبشكل سري وبشكل سرها غير معلن نهائيا أن يذهب وفد ليوقع اتفاقي المسودات معدة بشكل مسبق يعدها الروس ثم الروس نفسهم يخالفوا هذه الشروط في الجودة وفي الكميات وفي تواريخ التسليم اتفاقيات إذعان بكل ما تعنيه الكلمة بكل ما تعنيه الكلمة لا يعرض حتى لا يصدق على مجلس الشعب ولا يعرض إلا لاحقا يعني بعد التصديق بعد التوقيع وبعد الالتزام بعد تكبيل الدولة بالالتزامات تجاه الروس أو غيرهم يعرض بشكل عرضي وجانبي مجلس الشعب وتوقع وتصدق ما هي الفائدة الروسية من هذه الحركة؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ الروس ينظرون إلى المدى البعيد إلى تكبيل الروس لهم مصلحة استراتيجية في سوريا وهذا واضح منذ الدخول منذ بداية دخولهم إلى لم يكن دخولهم فقط بدافع عطف على بشار الأسد ولا استدعائه فقط هو الذي أبكى الروس وجعلهم يدخلون لديهم مصالح استراتيجية بعيدة المدى لديهم الدخول في الواجهة البحرية ووضع قواعد بحرية وبسط نفوذ في المنطقة لمواجهة المشروع الكبير الأوراسي أو الأوروبي الآسيوي هناك مصالح اقتصادية معينة أيضا هذا المبلغ مبلغ صغير جدا يعني لا ينقذ لا اقتصاد دولة ربما هو يكون بصيغة رشاة لبعض الشركات أنا أميل بالتحليل إلى أنه طالما هي الشركات المحيطة ببوتين نفس العقلية النظام السوري يعمل على تهيئة بعض الأشخاص والشركاء رجال أعمال ليستخدمهم كقفازات للدخول بعمليات قذرة في الأسواق العالمية فهذه الشركات التي أشير إليها بالخبر هي شركات تابعة لأصدقاء بوتين المقربين ربما فيها بعض المبالغ الصغيرة جدا التي ترضي وتشبع لقيمات تشبع هذه الشركات لكنها لا تنقذ اقتصاد من عقوبات هناك نقطة أيضا وردت بالعقد ملفتة للانتباه فرض غرامة كتعويض على النفقات على أجزاء غير مستخدمة من القرض ما هذا؟ هذا يعني تماما أنه قيمة القرض على سبيل المثال بعد ما عدلوها صارت 55 مليون تولار كانت بالأول 75 بعدين 77 بعدين عدلوها أنه أنت عندك فترة زمنية خلال عام بدك تنفق هذا القرض وتشتري مننا هذه المواد إذا خلال هذا العام تبقى جزء من القرض وما اشتريت فيه فتصير فيه عقوباته وأساسا يعني ما في منظمة دولية تنظر إلى حكومة النظام بعين التصنيف الاعتماني ولا عاقل يمنح سوريا النظام السوري قرض ولا دولار واحد يعني واضح جدا أن هذا النظام غير قادر على السداد التزامات القرض إنما هو مزيد من يعني لن يفي بالتزاماته سنصل إلى نهاية المدة ثم نعمل تسوية فتتراكم الفوائد وتتراكم الغرامات ونعمل تسوية أخرى وهكذا هو عبارة عن تكبيل موارد الدولة وتحميلها ديون سيادية والوفاء يكون من حصص أجيال السوريين المستقبلية هذه هي فكرة الوفاء سوف نتكلم عنها يعني هناك مجموعة من الخيارات بعض المحللين رأوا أن النظام بالأساس هو يدخل في دوامة ديون متراكمة يعني يقوم بالدين من أجل الحصول على قروض وهذه القروض غير واضح كيف سيتم سدادها بالأساس أليات السداد التي يمكن أن يجأ إليها النظام هل سوف يستدين ليسدد مثلا دول عربية تقوم بمساعدة النظام لأن يسدد هذه القروض أم سوف يكون السداد من خلال خيرات البلد وعقود على منشآت سوريا تذهب أكثر من 90 عام نعم الواضح حتى الآن أن النظام وبالتحديد يعني رئيس النظام يفرط بموارد البلد بشكل واضح وصريح والسداد هو من خيرات هذا البلد إلا إذا كان ينتظر أن يحصل على تمويل بإسم أو بحجة إعادة إعمار وإذا استطاعت بعض الأطراف الدولية أن تعوم النظام كما يفعلون الآن ويعيدونه إلى بعض المحافل كالجامعة العربية وغيره ربما هو يفكر بهذه الطريقة الغبية بأنه سيحصل على المليارات مئات المليارات لإعادة الإعمار ويعيد ترتيب الديون الخارجية ويجدونها بطريقة أخرى ولا أعتقد أنه يفكر بهذه الطريقة لأن هذا الأمر وجهة نظر شخصية غير متاح يعني غير ممكن لأن الأوروبيين والأمريكان أعلنوا مرارا وتكرارا بوجود هذا النظام لن ينفقوا ولن يرسلوا دولار واحد بهدف أو بغاية إعادة الأعمار طيب أيضا كان النظام بإضافة إلى القروض والعقود التي يبرمها مع روسيا وحتى مع الإيرانيين لكن أيضا موضوع القمح الروسي هو يشتريه بأعلى من سعره العالمي طيب ما هو السبب أن يشتري قمحا بأعلى من سعره العالمي من دولة تقوم بإقراضه أصلا نعم السبب بسيط جدا وواضح يعني هو ينطلق من موقف ضعف هو لا حول ولا قوة له هو لا يحدد يعني هو اتفق مع الروس على سعر طن القمح ب350 دولار وسعر السوق للطن من القمح 257 يعني حوالي 100 دولار أو الفرق 100 دولار زيادة زيادة بشكل واضح وصريح اقتصاديا هذه الحركة كيف تفهم برد نظر عن الحالة السياسية كيف تبرع هذه تفهم بالعامية منحكيها بالعامية هذه تفهم بأنه حدا ما بده يدفع أنه حط السعر اللي بدكي أنا ما أنا قادر إدفع أساسا أنا ما عندي إدفع لك حط السعر اللي بدكي هذا يعني بنسميه نحن بالاقتصاد القيمة الزمنية للنقود هو عم يشتغل على أنه بعد فترة من الزمن هذا الموضوع هل يمكن أن يكون مضطرا للشراء مثلا هناك بعض الدول اللي لم تعطيه قمحا فهو مضطرا للشراء من روسيا فقط حصريا وهو بحاجة إلى القمح بالسوق الداخلي هو بكل الأحوال مضطر بكل الأحوال كل ما يقوم به من إجراءات هي إجراءات الطرارية وإجراءات طارئة بالتأكيد إذا نظرنا الموضوع من زاوية أخرى سوريا قبل الألفين وعشر كانت مكتفية بهذا الجانب بشكل كبير فالتدمير البنية التحتية الزراعية ألم يكن بأسلحة الروس أساسا وبالتعاون مع أسلحة النظام ألا يستطيع النظام أن يأخذ خيار آخر الآن الالتفات إلى القطاع الزراعي وتهيئة القطاع الزراعي لإعادة إنتاج القمح ويعني تقريبا إن لم نقل تحقيق اتفاء ذاتي يقلص حاجته من الاستيراد لكنه لا يريد لا توجد إرادة سياسية لدى النظام إلا بتدمير للأسف بتدمير سوريا لن يسلم سوريا إلا مدمرة ومنهوبة الموارد بجانب آخر أيضا هناك قوات روسية أو محسوبة على روسيا عاملة على الأرض على سبيل المثال شركة فاقنا هذه التي تعمل يعني لا تعمل بالمجام بالأساس هناك حوافز معينة منهم أن يصفها بحوافز مجزية على الأرض يعني مثلا النظام وعد بـ 25% من الإيرادات إن كان بقضاء النفط والأماكن التي كان تتواجد بها قوات تنظيم الدولة وهناك بعض الحقول النفطية بعائدات هذا الأمر يذهب إلى فاغنر إضافة إلى مجموعات أخرى طيب هذا الأمر فعليا هل يكفي هذه المجموعات الموجودة على الأرض ويحل المشكلة بين النظام وبينها يعني على الموعد الصعيد الاقتصادي إن كان عقود هي بالأساس وعود وليست مباشرة صحيح هذه عقلية الأنظمة الاستبدادية والشمولية تستخدم المرتزقة في حروبها وهناك وكلاء ما بين الحكومات يعني ما بين الحكومات وما بين هذه الشركات شركات تحت تسميت شركات الحماية فهؤلاء تكفيهم رصاصة ويكفيهم القليل يكفيهم هم بالأساس مرتزقة ما لهم تقييم ما لهم قيمة ما في لهم نظام دولة تحمي حقوقهم وتأمينات وإلى ما هناك فعندما خصص لهم النظام 25% من عائدات كل بئر نفط يستعيدونه إلى سلطة النظام فتدخلهم بحلقات فساد كبيرة جدا ويكفيهم هذا هذا يكفيهم للاستمرار طيب هذه الألية كيف يمكن فهمها اقتصادية نية ألية اقتصادية على ماذا تعتمد بأن تعطي كما هو معروف عصابة يعني هي بالأساس وجودها مؤقت في البلد نعم بكل الحالات نعم يعني إن خرجت خارج سوريا سوف تبقى ضمن عقود وهي عصابة مصنفة على أنها عصابة إجرامية دولية مثلا سوف تبقى تقتص 25% من نفط البلد مثلا يعني هذا الأمر غير متاح كليا يعني هو يأتي في إطار التحفيز أو الجذب لجذب اهتمامهم وزجهم في هذه المعارك وغالبيتهم رح يموته فهذه التزامات ووعود غير قابلة للوفاء نهائيا ما حدا قادر يضمن حقوق هذه الشركات نهائيا هي وعود قصيرة المدى مؤقتة يعني لا أعتقد أن هناك يعني أن هناك توصيف اقتصادي حقيقي هذه هي الفكرة توصيف اقتصادي لهذه الحالة لا يمكن لا يمكن هي أساسا الشركات لا يوجد لها توصيف قانوني دخولها في البلد بشكل غير قانوني تدخل تحت اسم شركات حماية أو شركات سيكيوريتي أو أمن هي بالأساس لها دور يعني دور لتنفيذ سياسة روسية في المنطقة تماما في سوريا الدور الجانبي هي مساعدة النظام في حربه ضد شعبي طيب هذه الحالة أيضا تعكس عدم قدرة النظام بسداد رواتب وسداد مال مقابل عمل هذه الشركات وهنا الفكرة أيضا روسيا على أي أساس تقرض بلدا تعرف سلفا أنه غير قادر على وفاء هذه الديون لأن روسيا أهدافها ليست مالية واقتصادية حاليا هي تنظر إلى الأهداف في المدى الطويل في المدى المستقبلي هي تنظر إلى نفوذ إلى بسط نفوذ تنظر إلى تكبيل موارد اقتصاد هذا البلد لسنوات عديدة تنظر إلى مستقبل أبعد من ذلك إلى مصالح أكثر مما ينظر النظام إلى سياسة الخطوة والترقيع أول بأول النظام يريد أن يعيش يوم بيوم تجده أحيانا يتجه إلى الروس وأحيانا يتجه إلى الإيرانيين وأحيانا يتجه إلى يحاول أن يتسول مثلا من الإمارات ومن بعض الأنظمة التي يمكن أن تدعمه هو يفكر بطريقة والنظام الروسي يفكر بطريقة مختلفة أشكرك كثيرا دكتور عبد الناصر الجاسم أستاذ دارة الأعمال في جامعة مردين كنت معه أهلا وسهلا بك ومن طرق تبعاتها موسكو لتهربنا العقوبات الغربية إلى ملفنا التالي عن الأسعار في السويدة التي باتت كابوسا يؤرق الأهل ترجمة نانسي قنقر